موسيقى السلام عليكم مرحبا بكم في القناة الديالي اليوم سنقدم لكم بريوات صغر مع ممرين بالخضراء مرحبا بكم في القناة الديالي اليوم اجبت لكم وصفة جديدة سنقدمها لكم في اطار الوصفات الرمادانية وهي بريوات صغرين معمرين بالخضراء هذه الوصفة سهلة ومقادرها بساطين وممكن لأي واحدة بجتها عندي بطبيعة الحال ورقة البسطيلة رابعة مئتين وخمسين كرام كماشتو قسمتها على جوج بساطلات صغيرين عندي فلفلة حمرة غير فلفلة واحدة تكون كبيرة او لجوج فلفلات صغيرين كماشتو قطعتها طويلة بحال ما هكذا عندي الزيت عندي هنايا خيزو محكوك جوج خيزوات محكوكين عندي فلفلة حارة الناس اللي كتعجبهم فلفلة حارة قصبر ولمعدنوس عندي الملح اللي بزعر كامون والزعفران اللي بزعر اللي بزعر طريقة تحضير ناخد المبلة سوف نسخنها جيد ونضيفها الزيت نضيف فلفلة ونخيص ونخيص قصباز ونضيف اللي بزعر ونستخدم ندخل ونستخدم ونستخدم لنخلق ونستخدم ونشاهدون من المادية لهم ونجعلهم بردوب هذه الحشبة من بعد الموجة ونجعلها بردات نأخذ الورقة نضيف السطح نضيف السطح ونضيف الورقة نضيف الورقة نأخذها من العمارة نضيفه نضيف الماركة نضيفه خطونا ونزف لا بدأت gefunden ونضيف فرق كما نقول لكم دائما لا نستطيع الورقة غير طيبها في الصينية نضعها على الجهة التي ستيت فشكة الطيب تتحمر و تلصق هذه الجهة لا نحتاج لها لطقك لورقة نأخذ ورقة آخر نقوم بالنفس العملية نريكم بشكل آخر هذه البريوات الخضرة ممكن تسيبوها على شكل سبيعات نضع العمارة كما ترون الورقة بسمتها على شكل متعلق لنستطيع الورقة نضعها حقا ونستطيع الورقة حتى يكون قادرنا نصبعا كما نضع الورقة هذا هو الشكل النهائي من بعد طيبتها فرق كيفما كتشوفو كيجي المنظر ديالهم غزال وكتجي البنة ديالهم زوينة انا درتهم كما قلت لكم على جوش تشكل على شكل بريوات وعلى شكل صبيعات صغير ورين كنتمنى تجربوا هاد الوصفة ما تنسوش تابونا وفلاشين ديالي في يوتيوب ديرو جامل لابا جوت بارتاجي ولا فيديو وبصحتكم اشتركوا في القناة